عايز كنتعيس لك على علي معلول رأيك ايه فيه؟ اداءه في الفتح الاخيرة هو ما بين فوقه تحت وده طبيعي عامل السن وعلى فكرة الناد الاهلي عنده مشكلة في الحتة دي انه مش مجهز حد بعد علي محمد اشرف شوية بدأ اياخد دلوقتي لو تراح مش مش الباكلفت اللي انت بتقول عليه مفتاح لعب خد بالك الزمالك عنده تلاتة باكلفت عبشافي وعبدالله جمعة وفتوح نمرة واحد فيه وفتوح عبشافي امكانيات عالية جدا بس المدى العمري بتاعه بدأ يقلل مجهوده البدني طبعا فدي ما قصره معاه لو مش موجود فتوح اللي هو ابو سن صغير هيبقى الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا مفهوم الناد الاهلي كان عنده فرصة باللعيب بتاع اللي بيلعب في سموح الوقت شكري اعتقد كان من اللعيبة اللي انا بعتقد انها ممكن تبقى مستقبل في الحتة دي مع فتوح شكرا لحسنا ميكا شكرا لحسنا ميكا السراميكا الباكلفت ده مميز جدا جدا هو دخل في صفقة شادي بيع؟ لا اظن بيع لو بيع مشكلة اللي عارد اللي عارد بيكم وإحمد ياسر دي خصارك بي رجل شكري مميز لا لعيب كبير وكان يقدر يحل ما كان عالي معلول او ما عالي معلول لان انت خد بالك الناد الاهلي متعود بقاله ست سبع سنين ان الجابهة اليسرى مفتاح لعب كبير قوي بعالي معلول لازم لما تيجي تفقد عالي معلول وعالي معلول كبير وسنة اتنين تاني خلينا نتفق عشان بس من ايه بجراء انت بلاحز انه مارس الكرة بدأ شوية يديله كجناح يعني ينزل شوية تاني محمد عشر في لعب وزير ايسر ويدخل عالي معلول قدامه عشان عشان ما بيعاش بيعمل الحتة الدفاعية ولو جميعها في وقت واحد سنة طبعا العمر العمر وبعدين باخد بالك مركز الباكليفت ده بيتعيز الجاري ايوه الباكليفت والباك رايد روح رايح جاي رايح جاي رايح جاي يا راجل ده تعزي لجي عتزلت مرة لعبنا في المنتخب كنا بلعب السودان كنت انا بلعب باكليفت وطرق كان هاف قدامك جبت وقلت انت الماشي ده وانت يعني اللي شيلت اللي اه ما هو في الشوت الثاني كان مع كنا مع كنا مع مين مع تردلي تردلي والشوت الثاري كان بلعب باكليفت والشوت الثاني يبقى هو هاف قليفت وراح ملزلنا باكليفت عملنا جابها بقى جابها رهيبة وانت طبعا قلت مش عايزة لعبانة تاني اللي أجابها رهيبة كنت هو مش فاهم انا بتحرك ازاي يقول انت عايزة روح فين بس لطوله بس لطوله انا بس لعب خط بس لما تبقى سردباك وحبا ساكت سردباك قوي كان سردباك قوي ومجد أنا آسف في اللفظ بلغة الكرة كان سردباك رخب فلما تيجي تغير مكانك وتلعب باكليفت الموضوع باكليفت صحب عايز مرونة وسرعة ودفاع مركز كله جري كله جري بجد ما تعرفش تراح فيه طريق كان زاكي في حاجة بيعمل حاجة طريق على طول كان بيهاجم على الباك اللي قدامه فما بتدولش فرصة انا هو هاجم عليه يعني ما كانش بيقف يستنى يعني مثلا حمزة المسوسي بيقف وبيدافع طريق على طول كان طاير قدام زاكي البرت وزاكي بمعوض الناس اللي بتطير دي بيخلي الباكلي بلعب عليه على طول خاف منه لان هو على طول مهاجم 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 انا فاكر في جبعة في ناتي الزمالكة تاريخية طريق السعيد دي كتاريخية في تاريخ الكرة المصرية طريق السعيد طريق السعيد طريق السعيد يعني عايز وقلك سالب دفاع ما بيدفاعش خالص فاشيل انت لا 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 كنت مره عاب معا من فترك فجيبين مطش كده فقديم فواحد معدي من جنبه يعني هو لو مدريك ليه اخذ الكرة ولا كنه مسلا مش شايفه في طريق السعيد دواره بقى لا لا هو عادي بما بيه ما شغلتش بالدفاعه كابتن احمد شرفت ونورت حبيب يا كيما طبعا سعيب جودية معاك طبعا ومع كابتن طريق السعيد يا كابتن محمد يماني حبيبي برده خلي بالك يعني بعد اي بطولة بيكسب بيتبح عجلة على طول كان في المتاحة بعمل كده دبستك يا مكلته اكلته لحمة فيه كان بيجيب على طول ايه كنا منتخذ نبعدين بكابتن حسام حسن فطريق روح اجيبيني عجل صغير جدا العجل صغير قوي روح اجيبتوا طريق وده خروفهم لبسوا عجل لا انا اللي كشفني اللي كشفني في الموضوع ده مش احمد اللي كشفني اني جات في يوم كان ساعتها الدولة نفسها ما تميها بالبطولة دي بشكل كبير جدا ربنا مسيهم بالخير طبعا جمال والسعلاء جمح حضروا اللي كانوا بيحضروا معنا فلقونا بنتبح عجل فقالوا طب انتم بتتبحوا طب احنا كمان نجيب فهم جابوا جمل كبير مش عجل يعني لا ترى تربع عجل فبعد في عجل واحد فبالنسبة للعجل بتاعنا يعني يوم ما يدبح يصفوا مسلا كيلو ونص لحمة ليه جانت الوحدة ده خروف ولو سعيد لللحمة دي بتاع انا اقول لك كابتن حسام والكابتن احمد كلهم عالارض